إلى موضوع آخر لقيت طفلة لا يتجاوز عمرها عشر سنوات وهي تلميذة في سنة الرابعة ابتدائي لقي مصرعها بولاية أدرار وبالتحديد في حوض بإحدى البساتين العائلية بقصر الجديرة الغربية بولاية أدرار وقد تم إخراج جثتها من قبل أهالي وسكان القصر الذين تفاجأوا بوجودها جثة هامدة داخل هذا الحوض المائل الذي يتجاوز عمقه متر وخمسة وطوله 12 مترا جثة تلميذة ما نقلها مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى في تيميمون فيما فتحت بصالح الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وفاتها